موسيقى 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 الحكاية بدأت كان بقى أسبوع على فرحي طبعا مثلاني كان شكلها مدايقني جدا بزدات اللون الأصفر كنت خلاص فقدت الأمل وكأي عروسة بقى متوترة والوضع ده لحد ما شمعت عن حياة دينتال كلانك ودكتور عامل البولوك حقيقي لما جيت هنا مبهرت بالمعاملة وبكل حاجة ما كنتش أصلا يعني مقتنع أننا لون سناني ممكن يتغير كده وممكن يبقى ساكليه حلوة كده وبزدات نفس اللون انت شرحينه ده ان انا هطلع بقى بالساكل ده مفرحي السناني لونها حلو باللون الأول فستان لونه أبيض فحقيقي مرسيك جدا جدا يا دكتور عاملو والسطاف بتاعك حقيقي هايل وبجد محترمين جدا وأنا موسوطة ان انا جيت المكان ده بسم الله الرحمن الرحيم أحباء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بيكو في أول حلقات برنامج الحياة حلوة أحب أعرفكو بنفسي أنا الأستاذ الدكتور عمر حلمي البولوك استاذ ورئيس قص وامراض الفم في كل الطب الأسنان جامعة المينيا أنا عضو في فريق كبير هو فريق حياة دينتال كلينك وحياة كلينك حياة كلينك موجودة في مصر من فوق الخمس وشر سنة بتقدم خدمات كتيرة جدا احنا بنقدم مش بس علاج أسنان كمان بنقدم تخسيس بنقدم جلدية في مخ وأعصاب في كذا برانش بنخدم به البلد بأنها فترة طويلة وإن شاء الله نتمنى أن الحلقة دي تنال إعجابكو إحنا معانا أحد فريق عمل حياة دينتال كلينك أو حياة سمايل دينتال كلينك لأستاذ الدكتور محمد صلاح الناصف وأستاذ بالطب الأسنان جامعة هينشتمس بنور دكتور محمد إحنا نهاردة بنتكلم على أثر أثر التجنيل الأسنان في الحياة بتاعة المواطن بصفة عامة شفنا الفيديو مع بعض شفت حرطك الفيديو اللي بيتكلم على طبيض الأسنان الدقيل فرقت معها فرقت مع حالتها بالنسبة لل كطبيض الأسنان بالنسبة لها كوحدة دخل على الفرح وبتاحها وإزاي إن بيبقى فيه توتر قبل الفرح بتاحها فكنا عايزين برضو نعرف الفكرة في طبيض الأسنان أو تفتيح الأسنان ويعني إيه الفرق بينه بين تنميع الأسنان العادية بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على أستاذ المشاهدين قبل ما أتكلم في أي حاجة حابب بس أقول إن ربنا إدنا منحة كبيرة قوي اللي هي الأسنان والمنحة دي لازم نحافظ عليها الأول قبل ما أخش إن أنا أعمل طبيض أو أعمل أي حاجة لسناني لازم في الأول أنا أحافظ عليها بالانتظام في الكشف الدولي على سناني الاهتمام بغسيل أسناني بالفرشة والمعجون الإبتعاد عن عادات السيئة زي التدخيم مثلاً اللي ممكن يبواز لي لون سناني الحاجات دي كلها لما بعملها في الأول بتجنب إن أنا يعني مشاكل كتيرة ممكن تحصل بعد كده نيجي للطبيض الطبيض فكرته بمنطقة البساطة إن أنا بستخدم مادة بطلع أكسوجين نشط الأكسوجين نشط ده بيدخل على يتغلل نسيج الأسنان اللي هو الإنامل والدنتين ويبدأ يكسر جذيئات التصبغ اللي هي عاملة الصبغيات معظم أنواع جذيئات التصبغ بتتكسر بالأكسوجين اللي هو النشط اللي في مادة الطبيض ومادة الطبيض بتتحط مدة معينة بطريقة معينة في منها الحاجات اللي بتتعمل في العيادة اللي الدكتور بيعملها بنفسه وفي منها حاجات ممكن تتعامل في البيت الدكتور برضو بيفصل حاجة تتلبس للعيان يلبسها ويتحط فيها المادة بتاعت الطبيض اللي هي فيها برضو الأكسوجين النشط اللي بيخش على الجذيئات يكسرها والعملية دي بقت سهلة وبسيطة بتخدش وقت كبير قوي بالنسبة للعيادة يعني بتخدش وقت كبير قوي والأجهزة بقى فيها تطور كبير جدا في التكنولوجي بتاعتها والأوتكم أو الناتج بتاعها النهائي للمريض احنا عايزين نعرف بس يعني أنا دلوقتي طبعا احنا عارفين ان طبعا حارتك من أساسيات تفارق العمل بتاع عيادة حياة دينتال كلينك حارتك طبعا يعني في التخصصات كتيرة جدا وان شاء الله يعني الحالات عندنا الحمد لله انا وانت يعني ربنا كده ان شاء الله يكرم دايما كنت عايز بس يعني اعرف المشاهدين مع حضرتك الفكرة في التفتيح بتاع الأسنان ده هلوها فعال فعلا يعني هيبها مثلا كنت عندها المشكلة في الفرح بتاعها فالدرجات اللون بتاعت التفتيح دي فعلا بتفرق مع المريض في ابتسامته في حياته بتفرق كتير جدا المريض بيحس بفرق ملحوظ خلينا نقول ان ده في 90% من الحالات في عدد قليل جدا ما بيحصلش استجابة وبنحتاج نخش في line of treatment او خط علاجي مختلف لكن خلينا نقول ان معظم الحالات بتستجيب جدا للطبيض وبتوصل لنتيجة كويسة جدا تبقى مرضية للمريض ومرضية للناس اللي حوالين يعني في صورة معانا نوعات حنو اعرضها لحالة طبيض موجودة يعني هل ممكن يبقى الطبيض دي درجة من درجات اللي اتعملت في العيادة عندنا ياريت لو اعرضنا الصورة دلوقتي ونبص عليها يعني ده تفتيح أسنان درجة دي درجة كان المريض عايزة احنا عملنا هلو ساعتها لان عايزة بس هل ممكن تتفتح أكتر من كده وقل من كده ممكن طبعا بنتحكم لان عندنا الوقت ان انا بحط الجيل وقت قد ايه والباور بتاعت الجهاز بتاعت الطبيض اللي انا بشتغل بيها قد ايه فاقدر اتحكم في درجة الطبيض اللي انا عايز اوصل لها بالاضافة ان انا يعني ممكن اعمل اكتر من سيشن بحيث ان انا اوصل للدرجة اللي المريض عايزها اول ما اوصل للدرجة ايه دكتور بالنسبة يعني انا بشوف ساعات مرضى وحارتك برضو نفس الحكاية مرضى كتير قوي بتتكلم على ان هي عايزة لسنان تبقى فتحة قوي هل احنا يعني لازم يعني نبقى ماشيين مع كلام المريض ولا بنحاول احنا نختاره الانسب ولا ايه بالضبط بالنسب لا اكيد طبعا احنا بنحاول نختاره الانسب اه ساعات اه الدرجة الفتحة اوي زينة عن اللزوم ما بتبقاش شكلها حلوة يعني كل ما كان برجع السنان لوضعها الطبيعي كل ما كان احسن يعني كل ما كان ناتشرالي لوكنج يعني المنظر الطبيعي اللي مش محسوس ان فيه حاجة ارتفيشية او حاجة صناعية عملت او حاجة زيادة عن اللزوم كل ده مكان جمالي اكتر الا ان بعض المرضى بيبقى ليهم رغبة انه هما يعني هو شخصيا بيبقى لعيز انا عادة حتى لما بيجي مريد بقوله ان احنا اختيار الدرجة يعني مريد لما بيجي لي حتى بقوله اختيار الدرجة بيعتمد حتى على لون جلدك يعني زي الافرقة مثلا اعتقد ان درجة التفتيح عندهم لازم تبقى اكتر بكتير مثلا من القوقازيين مثلا لما الاوروبيين لان دولا بيبقى مسفرين شوية اظن ان اختيار الحاجة دي طبعا الا اذا كان المريد بقى رغبة ان هو يقود الدرجة ديت اعتقد ان كمان في ميزة تانية بالنسبة للتفتيح بتاع الاسنان ده ان هو تعتبر ارخص وسيلة تجميل ممكن يحصل عليها المريد يعني المريد دي او الاخت اللي كانت رايحة تتجوز دي كانت عندها مشكلة في صورة فرحة يعني عندها مشكلة ان هي تتصور صور تبقى اسنانها مختلفة عن اسنان زمائلها اعتقد ان الحل بتاع التبييد مع طبعا مصاريف الجواز والكلام ده حارتك عارف بيبقى حل هي مش رخيصة بمعنى رخيصة بس هي تعتبر ارخص حاجة بالنسبة لتجميل الاسنان بخصوصا بالنسبة للسيدات طلبة الجامعة بالذات الناس اللي يبقى عندهم مشاكل في الاختلاط بالمجتمع نتيجة اللون سنانهم اللي يبقى فيه مشاكل زي كده اعتقد ان احنا حابين ان احنا نتكلم ونعرض من خلال البرنامج احنا عندنا في حياة سمايل دينتال كلينيك تلات فروع مهمين جدا المهندسين والتسعين جامعة الدول العربية وفي مدينة ناصر وفي في الشيخ زايد عشان نخدم اكبر مساحة ممكن في القيارة الكبرى واحنا عاملين عروض على الطبيعي بالنسبة للي يا ريت حارتك برضو تبلغنا والعرض ده ده تور محمد والله العرض اللي احنا عاملينه في حياة دينتال كلينيك ان لو انت جيت مع اثنين من اصحابك الطبيعي هيتعامل لكل واحد بألف جنيه فده عرض كويس جدا بالنسبة لكواليتي الماتيريا للمستخدمة عندنا وبالنسبة لإمكانيات الاستافل موجود وبالنسبة للنتاج اللي انت بتحصل عليها وزي ما دكتور عمرو بأكد على كلامه ان الطبيعي ده حل سريع جدا حل سريع ممتاز لان احنا تتكلم في مبلغ قليل جدا لان طبعا احنا بنستعمل اجهزة وبنستعمل كتب بيبقى مستوردة او لها موات صبغات مستوردة فالكلام ده كله يعتبر طبعا سعر رائع بالنسبة للطبيعي ده اللي قريدي في السوق بقى باعه بخمسة دلوقتي فالتمنى ان شاء الله كل الناس تسعد بابتسامة وباسنان جميلة هنتكلم على وسيلة تانية للتجميل اللي هي الفينيرز اللي هي العدسات فيه فيديو عايزين برضو نتفرج عليه اللي حالها كانت جاءت العيادة ونبدأ نحن نتكلم بعد كده عليه فنرجو نحن نرد الفيديو ده دلوقتي ونشوف مع بعض تأثرت ازاي على حياة الاخت اللي كانت عايزة تعمل فينييرز على ما يجاز الفيديو احنا منتكلم بالنسبة للفينيرز هي الفكرة فيه تقريبا باختصار الفينير باختصار هو عبارة عن قشرة تجميلية طبقة رقيقة جدا بتغطي العيوب اللي موجودة في السنان سواء كانت عيوب في اللون أو عيوب في الترتيبة بتاعت السنان لو فيه ترتيبة صغيرة مش مزبوطة ممكن ازبوطها بالفينيرز بتعمل ماسكينج او تغطية للون وببدأ اختار لون الفينير باللون اللي المريض حبه حل الفينير طبعا بيبقى حاجة اغلى وحاجة فيها شغلة اكتر وممكن فيه انواع كتير جدا من وبالنسبة للفينيرها والفينير عايزين عشان نوعد دستاذ المشتدين بعارفين هوا العدسات اللي بتتحط على الأسنان يعني بنتحكم فيها بدرجة اللون تمام بنتحكم فيها في الترتيب الأسنان بنتحكم فيها في الشكل النهائي وبنعمل بيها حاجة اسمها التصميم اللي بتقسمها الرقمية أو ديجيتال سمايل ديزاين ارجو يكون الفيديو جاهز دلوقتي على السنة احنا ننزلو لان ده مهم جدا استاذ المشتدين يكونوا شايفين الكلام ده يعني ويعرفوا الحالة بالضبط الديجيتال سمايل ديزاين ده بيفرق كتير جدا معنا في ان هو بيخلينا نشوف فرق كبير جدا مريم بيحس بيه بسرعة نشترجع الفيديو ونرجع نكمل كلامنا الفاضل انا اسمي شهرزاد كان حلمي طول حياتي ان انا ادخل مجال الاعلانات في المودلينج داس كان دايما في الانترديوز بتواجهاني مشاكل فعندي مشاكل تجير قوي في سنيني فما كنتش ببتسم من سببها وده بيخليه انها متقبلش في الانترديو صحابي رشحوا لي الحياة دنتال كلانك روحت هناك شفت دكاترا متميزين جدا دكتور عامل القلق رشح لي ان انا عامل الفينيرز عملتها واخدت معها دوان فنتين دلوقتي اقدر اقول ان انا اتباتت في كزا موضلنج اجنسي مرسيه دكتور عامل القلق مرسيه الحياة دنتال كلانك وجود لاك بيستوب لاك ليا وليكن ان شاء الله شوفنا الفيديو مع بعض دكتور محمد ده هو شهر زاد برضو كانت من ضمن الحالات اللي كانت لطيفة جدا لان هي كانت عندها مشكلة في الكارير بتاعها يعني هي عايزة تبدأ كارير معين وكانت المشكلة برضو يعني عشان الناس تبقى فهمة ان موضوع الاسنان ده او يعني الفكرة فيه ان هو فعلا حاجة حيوية جدا بالنسبة لمستقبل وبالنسبة لوظيفة وبالنسبة لمجال عمل ينايع كانت عايزة تشتغل في الموديلينج ومش عارفة تشتغل نتيجة ان عندها دفوهات او مشاكل في اسنانها الحالة كانت شبيهة بالصورة اللي حنشوفها يعني هي فيها حاجتين من الحاجات اللي حارتك قلت عليهم اللي هما الشكل التعديل بتاع الاتجاه الاسنان كمان اللي هم بتاع الاسنان لو الصورة موجودة اللي بعديها حنبص عليها دلوقتي حنقدر نحن نشوف الايه الفرق بتاعها حنقدر نحن ندي للناس فكرة برضو شوية عن العدسات او الفينيرز بتبعنا زي الصورة هي معانا هي شايف حضرتك الفرق باين بنسبة للشكل بتاع الاسنان لو حضرتك شايف اللون اولا الجزء اللي تحت ده قبل بالشغل والجزء اللي فوق ده بعد السنان اللي بزدت السنتين والدامانيين يعني فيهم اعوجاك شوية لونهم اصفر جدا طبعا الحاجات دي كلها بتفرق جدا 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 لما تترس كويس تبقى شكلها حلو حضرتك طبعا الميكانزم بتاعها او ميزة في الفينيرز ان احنا ما بنبردش السنان كتير يعني احنا مش بنبرد السنان كتير فحضرتك ادينا فكرة كمية البرد عاملة ازاي وطريقة الفينيرز نفسها هو الفينيرز اللي برضي فيها قليل جدا ماكسمام 0.5.6 ميلي ممكن في حالات بتبقى اقل وفي حالات لو اللون بس هو المشكلة ممكن محتاجش اعمل بريباريشن خالص الفينيرز كمان لما بتبقى يعني معمولة مع سمايل ديزاين زي ما حدك قلت بقدر كمان ان انا اخد السمايل وصممها بالكمبيوتر وبعدين اعمل حاجة اسمها مكب ان انا اطلع الشكل المتوقع للابتسامة قبل ما ابدأ شغل خالص وابدأ اورجيلي العيان وابدأ اقول له والله انت متوقع شكلك هيبقى كده وباخد منه ابروفل على ان الشكل ده عجبه وانا نفسي كشخصيا كدكتور بتأكد ان الامور كلها تمام فطبعا التقدم في التكنولوجي دي بتاعة السمايل ديزاين والتقدم في المواد اللي انا بستخدمها في ان انا اعمل منها الفينيرز خلاني اقدر اطلع نتائج احسن كتير اكتر مادة معتمدة حاجة اسمها ليثيام دايس ليكيت سيراميكس او المشهورة تجاريا باسم الايماكس الايماكس دلوقتي في ميزة حلوة جدا ان انا اقدر الزقه كويس قوي على سطح السنة بعالج سطح السنة وبعالج الفينير واعمل عملية يعرف الميزة في الايماكس يا دكتور محمد الايماكس مستو ان هو فعلا باخد نفس الشكل بتاع طبقة المينة فبتحس فعلا انها طبيعي جدا الخواص البصرية فعلا حتى لو انت يعني ما حدش يحس ابدا ان فيها حاجة ان فيها بالضبط اللي هي بنسميها الايماكس قريبة جدا 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 بدرجة يعني مزهلة من الانسجة بتاعت السنان الطبيعية بالاضافة كمان لامكانية ان انا اقدر اتحكم في درجة الشفافية بتاعته بحيث ان لو في ديفكت تحت او في لون تحت مش عايزه يظهر بقدر استخدم عندي فيرجان اسمه لو ترانسلوسنسي يعني الشفافية بتاعته اقل شوية عشان يغطي اي عيوب موجودة في السنان بتبقاش ملحوظة بالعين وفي نفس الوقت بتديني خيارات ان انا عالج المريض باحسن نتيجة طلع احسن نتيجة للمريض بتاعي ممتاز جدا انا عندي برضو الحارتك مفاجأة زيارة المريض بتاع اليمن حارتك كنت عملت له شور ليبينيرز برضو اه كان حابب يتكلم كميتين لتعرف حارتك بالنسبة اهلنا في اليمن مشكلة عندهم من السنان دايما فيها صفرار جامد جدا وتآكل نتيجة القاطرة نتيجة المية الجوفية والفلورايد العالي فلو الفيديو اه جاهز ممكن احنا نتفرج على المريض هو بيتكلم على عام بعد شوف شكله حتى هو بيتكلم بعد مهارتك عملت له الشغل عامل ازاي ثقة ثقة بالنفس كبيرة جدا فضل نشوف كده الفيديو مع بعض السلام عليكم بكم اخوكم ناصر بن ناجي من اليمن جيت لعند الدكتور محمد وكانت لسنانة تاع به وعليها في رصبات وتسوس والحمد لله جيت لعند الدكتور محمد وقام بالواجب وصلح البروس واحسن معامله كتشبت ناضي حياته اظن لطور محمد دي اجمل حاجة في الدنيا ان المريض يبقى يعني سعيد لسعادة دي الحمد لله يعني اغلب الناس اللي بيجوا عندنا الحمد لله بيبقوا في درجة رضع عالية جدا وحرضتك ما شاء الله عليك يعني برضو في التركيبات ما شاء الله يعني احنا يا جماعة عايزين نقولكو على حاجة احنا عندنا في حياة سماعيل دينتال كلينيك بنشتغل بالتخصص يعني احنا كلنا الحمد لله يا سلزة جامعة ومشتغل بقى لنا فوق ال 25 سنة اسنان بس مع ذلك احنا بنحترم جدا التخصص يعني اللي بيعمل الزراعة غير اللي بيعمل التركيبات غير اللي بيعمل علاج الجزور كل واحد بيقاليه متخصص لان احنا في الاخر الغرض الرئيسي نحنا نطلع المريض احسن خدمة بماكسيموم خبرة ليه احساسك ايه وانت سمع الكلام من اللي حياته وان اللي بيعملوا ليه قيمة فحقيقي بتبقى يعني حاجة يعني بتلمس مشاعر الانسان جدا جدا ومشاعر الطبيب ده حقيقة يعني ان احساسها كمان تغيرت من حياتي يعني الحالات السابقة كلها ناصر اللي عملت دي كلها كل واحدة فيهم يعني سواء كان ناصر او شرزاد او حتى يبقى في الاول كل واحدة فيهم حياته تغيرت بشكل او باخر نتيجة الشغل اللي تعمله تغيير حياة المريض اللي احسن او تغيير حياة الشخص اللي احسن احنا في حاجة ان احنا دايما نبقى عندنا تأثير على المجتمع يعني احنا نغير حياة الانسان او الناس هنا في الدول العربية او زبايننا عموما للاحسد ده الهدف الاساسي من الشغل بتاعنا الشغل ده من ضمن الحاجات الكويسة جدا اللي هي التركبات الفينيرز التجميل عاملين برضو احنا عرض على الفينيرز في العيادات بتاعتنا في التلات فروع بتاعنا العرض ده عبارة عن عبارة عن خصم تلاتين في المية على الاسعار بتاعت الفينيرز لأول عشر حالات تمام يبقى اول عشر حالات حيجوا في اي فوق يعني عندنا عشر حالات لفرع الشيخ زايد عشر حالات لفرع المهندسين وعشر حالات لفرع معندية مصر على اليوم خصم تلاتين في المية على الفينيرز اللي هي التجميل الأسنان السابق الفرق بين الفينيرز والطبيض على عجلة قبل ما نبتدي ايه ناخد ايه فاصل قبل نقول بس الفرق بين الفينيرز اللي هي العدسات وبين الطبيض وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده عشان الناس يعرفوا باختصار شديد التبييد ان انا بخلي السنان على وضعها زي ما هي لونها يفتح ما بغيرش في اللايمت بتاعتها ما بغيرش في اي حاجة التكسشر بتاعها او الملمس السطح بتاعها بيفضل زي ما هو كل حاجة بتفضل زي ما هي بس اللونها بيبقى افتح دي عملية سريعة تكلفتها قليلة ونتجتها بتبقى يعني شبه لحظية يعني على طول بعد ما بنحط الجيل وبنعمل السيشن بتاعتنا بتشوف النتيجة مباشرة عملية الفينيرز بتبقى فيها شغل اكتر فيها تصميم للابتسامة سمايل ديزاين فيها ان انا ممكن احتاج اشيل جزء صغير جدا من الانامل او من المينة بتاعت الاسنان وفيها عملية ان انا بحط القشرة دي واصلح حاجات تانية كتير ممكن مع اللون مش اللون بس طبعا فيه فرق فيه التكلفة ما بين العمليتين يعني تمام تمام يبقى احنا في الجزء الاولاني من الحلقة كلمنا على التبيض التفتيح وبنتكلم على ال الفينيرز او العدسات اللي صيق على الاسنان هما الاتنين من الحاجات التجميلية المهمة جدا في تغيير حياة الناس واحنا شفنا الحالات اللي اتغيرت حياتها بسبب تجميل اسنانها فرقت معها ايه اه واخدنا عروض اه على الحاجتين دولة او الموضوعين اللي اتكلمنا عنهم اللي اثروا في حياة الناس اه بنتكلم على العرض بتاع الطبيض اه تلات اه اه الحالة بتبقى تقريبا الواحدة بقى الف جنيه الطبيض في الارب في التلات فروع وكمان الفينيرز بناخد قسم 30% على اول عشر حالات ان شاء الله يعني نتمنى ان كلكم تبقوا تسعدوا بالخدمة الممتازة اللي بنقدمها وان شاء الله بنشوفكم بعد الفاصل هنتكلم على موضوع تاني مهم جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموضوع بتاع الجزء التاني على موضوع الزراعة الأسنان ودي من المواضيع اللي مهمة جدا اللي بقى فيها تطور كبير جدا 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 الفترة اللي فاتت ديت وبقى فيها تكنولوجيا عالية وبقت أبسط بكتير من الأول تكنولوجيا زراعة الأسنان دي فيها فيها شوية حكتين مهمين فيها الاهتمام بالجودة بتاعة المنتج اللي حيتحط كزراعة وفيها نقطة مهمة جدا وهي خبرة الطبيب المعالج احنا كلنا فيه اعلانات زراعة أسنان موجودة في كل مصر دلوقتي بس مين الدكتور اللي بيزرع الأسنان هل هو خبرة وقد ايه طبعا كل الناس دلوقتي بتعرف تزرع بسهولة بس فيه بيفضل بيفضل فرق الخبرة موجود وبيبقى في صالح الأطباء اللي بدأوا الموضوع من الأول واتطلعوا على التطورات اللي بتحصل فيه يوم بعد يوم وعصروها وتعاملوا معاها وحلوا مشاكلها ودرسوا الحاجات دي لزميلهم اللي بيبتدوا انهم يزرعوا دلوقتي ففرق الخبرة من الحاجات المهمة جدا لان التكنولوجيا بتوفرة مع الجميع دكتور محمد احنا فيه عندنا حاجة كويسة جدا في حياة اسماعيل دنت الفلينيك ان احنا الاتنين ومعنا دكتور عمر اسماعيل اللي عاملين دويتو او دويتو انا وانت تقريبا بالنسبة للشغل الزراع يعني انا اللي بقوم بزراعه وحضرتك بتقوم بعمل التركبات اللي عليها دويتو ده مهم جدا يعني ما فيش حاجة اسمها الدكتور الكاشكول اللي بيعمل كل حاجة ده ما عادش موجود وما يصحش ان يبقى فيه حاجة زي كده عايز لو حضرتك فيه فيديو كان موجود فيه عملية زراعة الأسنان ببساطة حضرتك بس ممكن توضح للسادة المشاهدين يعني ايه زراعة أسنان ونعرض الفيديو وأسنان الكلام يفهموا يعني ايه زراعة أسنان علشان برضو فيه ناس بيتخاف من الزراعة تقولك زراعة يعني انا هعمل ازاي وحنا هعمل عملية والعملية هعمل ايه وفيه ناس تانية تقولك زراعة في خمس دقائق وفي عشر دقائق انا عارف بس انا عايز حضرتك تقول للناس الدنيا ماشية ازاي هو طبعا استعادة الأسنان المفقودة ده شيء مهم جدا جدا لان لو ما حصلش تعويض للأسنان المفقودة بيحصل مشاكل كتير جدا ممكن يحصل ان الأسنان تتحرك من مكانها اللي فوق ينزل اللي تحت يتحركه شمال ويمي يعني يحصل مشاكل كتير جدا فيه طرق كتير للتعويض من أفضلهم الزراعة الزراعة ان انا بحط حاجة اسمها فيكسشر او حاجة تتثبت في العظم معمولة من يبقى الفيديو موجود بتاع الزراعة نعرضه عشان نفهم برضو عليه أحسن معمولة من التايتينيوم او التايتينيوم اللغي السطحها بيبقى معالج بشكل معين عشان تبدأ الفيديو هو طور محمد عشان يبدأ العظم يلتائم حواليه دي العظم بيتآكل العظم طبعا بيتآكل بعد خلل أسنان ولو معوطش بسرعة التآكل بيمشي بمعدل كبير وطبعا بيسابل لنا مشاكل كتير جدا في حياتنا الموضوع بمنتقى البساطة ان انا بعمل فتحة صغيرة في العظم وحط فيها الزرعات بتاعتي ومهم جدا بقى عملية التعويض فوق الزرعات لان ليها طرق كتيرة جدا جدا احنا عندنا بنختار انسب طريقة لتعويض الأسنان في بق العيان على حسب نوع العظم وعدد الزرعات اللي ممكن تبقى محطوطة والكلام ده كله عندنا خيارات كتيرة جدا نقدر نقدمها للمرضى بتوعنا مهم جدا جدا ان انا اعرف ان العملية بتاعة تعويض الأسنان دي عملية بالزرع عملية بسيطة ما فيهاش تعقدات كتيرة مجرد ان انا بعمل انسجن صغير او فتحة صغيرة بحط دي الفيكسر وبعدين فيه بقى انواع كتيرة ممكن اعمل او اسيبها تلتقم مع العظم طبعا قلنا ان تعويض الأسنان مهم جدا المفقودة لان لو ما حصلش تعويض للأسنان المفقودة بتبقى زي تشين ري اكشن تبدأ السنان اللي جنبيها تتحرك يبدأ احمال عليها تزيد يبدأ يحصل مشاكل كتيرة جدا جدا احنا فغينا عنها لو قدرنا نعمل عملية التعويض السريعة للأسنان بالزرعات اللي هي عملية بسيطة متخدش وقت كتير وخاصة مع اكسبرت كلينيشن او يعني طبيب متخصص يقدر يعمل الموضوع ده بسهولة وبأقل المشاكل اللي هي ممكن تحصل بعد الزراعة انا ملاحظ في الفيديو ده حاجة مهمة جدا منظر الست وهي بتاكل كويس يعني الفرق بين التركيبات المتحركة او التركيبات السبتة على أسنان اللي هي كان بتعمل زيانا اسمها كباري حتى جميعنا وقت المفصل يعني المشاكل اللي بتتعمل مشاكل كتيرة او انا شاهد في الأسنان تلخبطت ده نتيجة الحلقة التأخر في العلاج في سنان طلقت لبرة وفي سنان ده بدأت تتعويج او التركيبات السبتة اللي بتتعمل على انها نبرد سنان ناكل في سنان طبيعية انما الزراعة انت في الحالة دي بتستبعد خالص انك تشتغل على سنان طبيعية دي المزايا قبل وبعد بتحس ان كأن فعلا الوضع الطبيعي يرجع بتاع الأسنان تاني الفكرة فعلا في الفيديو زي ما احنا شايفين كده اللي قبل واللي بعد فعلا بيختلف كتير الكباري السبتة ليها ليها لها حاجات بتاعتها بس الزراعة برضو بتفرق ان انا ما باستهلكش المادة الحية او المادة اللي الجسم عملها اللي هي مادة الزراعة التغيير اللي في الشكل بتاع الأسنان مع الخلع او عدم المضغ كويس او الالام اللي بيسببها ان الجدر يتكشف كل ده بيختفي وزي ما احنا ملاحظين ان فعلا التغيير او تغيير الحياة اللايف ستايل يعني واحدة ستة كبيرة زي اللي كانت في الفيديو دي اللي كانت شعر فتاكل اللي كانت تعبانة ومفصل فك بتاعها تعبان تقدر ان هي تاكل حتى الكفاءة بتاعيتها احسن من الطقم ان الطقم الاسنان زي ما احنا بنعرف كلنا بيبقى فيه امتلاء للفك كله بالحاجات علشان فيه بقى فصلات وفيه حاجات مشابك وكلام من ده انما احنا نواد بنتكلم على حاجة في العظم وكفاءة الفيديو اعتقد ان احنا ايه تهمنا منه الكلام بس هو عموما القصة بتاعت الزراعة فعلا بتفرق كتير جدا 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 بالنسبة حتى لقوة تحمل المريض وقوة العض للعض نفسه الفكرة بقى ان احنا عايزين نقول لكم على حاجة سر من اسرار المهنة بتاعتنا عايزين نعرضه لحضراتكم نكشفه لحضراتكم اول مرة ان ممكن ناس كتير قوي تعرف تحط الزرعة يعني انا ممكن انا اعرف احط الزرعة او غير يعرف او واحد ده سمتخرج جديد ممكن يعرف انا احط الزرعة بس فيه فرق ان انا احط الزرعة وامشي فيه فرق ان انا يكون عندي خطة وبلان علشان انا بحط الزرعة دي في المكان ده علشان بعد كده حامل ايه اه وان كل حالة من الحالات زي ما قال التور محمد ليها نظام تركيب مختلف عن الحالة التانية حسب نوع العضل فيه عندنا التركيبات بانواحها ممكن حالتك تكلمنا عن عنها وتقول السيدة المشاهدين فرق بين يعني انا هعمل زراعة فيه ناس كتير اتقول لك انا عايز اعوض الفك بالكامل لهم اللي عندهمش اصنان وفيه ناس تانية عندهم سكر وفيه ناس تانية يعني ايه ايه بالزبط الفرقات بين كل نوع تركيبة والتاني يا دكتور محمد بالزبط احنا يعني دايما دايما الميزة عندنا في حياة دينتال كلينيك ان احنا بندرس الحالة بصورة متكاملة دلوقتي وبعد شوية وبعد سنة وبعد عشر سنين الوضع هيبعمل ازاي فاحنا بنبص على المريض ونعمله تخيم شامل ايه التركيبات اللي تنفع معايا يعني مثلا لو انا عندي مريض عنده سكر عندي مريض العظم بتاعه مش بالكسافة المطلوبة مش بالقوة المطلوبة ده هيفرق معايا في الحاجة اللي انا بركبها لازم تبقى مادة فيها درجة من المرونة العالية والقدرة على امتصاص القوة بتاعت المضغ عشان اطول عمر الزرعات لأطول فترة ممكنة يعني في عندنا مثلا حاجة اسمها نحن نتكلم نوريوم الفيديو بساطة الزراعة يعني في فيديو الشغل اللي كنا بنعمله في العيادة قد ايه العملية بسيطة بسيطة يعني في حارتك برضو كملنا برضو في موضوع التركيبات ده فالتركيبات نوعيتها بتختلف معايا على حسب بختار للمريض على حسب قوة العظم بتاعه الحالة الصحية العامة بتاعته وضعية الزرعات الكلام ده كله بيفرق معايا ان انا مثلا ساعات بيجيني مريض محتاج ان انا احط له تركيبات بتنتص الصدمات وتنتص قدرة القوة اللي بيطلعها الفك اثناء المضغ المادة دي في مادة جديدة موجودة بدأت تبقى افيلبل عندنا في مصر اللي هي البيك او ان انا ادرع منها فريم كامل البيك ده حاجة اسمها بولي اثر اثر كيتون ده مادة بوليمر دي مادة فيها درجة من الريزيليانس او المرونة العالية اللي انا اقدر اعمل منها فريم اركب عليه الفك كله وفي نفس الوقت تنتص صدمات وتخلي او تنتص قوة المضغ وتخلي المريض يمضغ على الزرعات برغم ان العظم حواليها ما بيكونش بالزرعات الشغل بتاع الزراعة دلوقتي ما عادش فيه مشاكل انت بتشتغل في العيادة بينجم وضع المريض معاك بيتكلم معاك بنتحك ومن هزر والشغل شغال عادي وده زي ما احنا قلنا بنحدد المكان بناء على خطة مسبقة هنعمل تركيب عاملة ازاي ده مهم جدا جدا بالنسبة للشغل وحنا برضو فيه شوية صور لحالات قبل وبعد كانت الحالات دي اشتركنا احنا لاتنين في ان احنا نفرق مع العيان كتير جدا الحمد لله في حياته كلها هنعرضها برضو وانه بتدي نورج لأستاذ المشاهدين يعني ايه فرق بين الزراعة ادي الحالة دي حالة زرعة سنة واحدة شايف تقول محمد تفاكير على الحالة دي دي كانت اتعاملت بالزرعة فورية فيه زرعات اسمها زرعات فورية يعني ايه يعني انا بحط الزرعة وبركب عليها على طول المؤقت وبعد شوية بعمل دائم الزرعة دي اتعاملت مكان سنة واحدة مخلوعة تحت وزي ما احنا شايفين دي المدام دي من الناس الجميلة جدا اللي عملت شغل عندنا وكانت مبسوطة جدا وكانت العملية دي بعد العملية وبشارة على فكرة ما كانش فيه مشكلة خالص يعني وهي مستمتع دلوقتي بتركيبة جميلة الحمد لله فيه حالة زي دي بص الحالة دي كانت برعا برضو حالة في سنة بس وضعها مختلف دي تقريبا ضاحك وبرضو التعويب بتاعها كان ممتاز بفضل الله لان احنا زي ما بيقول بنعمل فرق بين ان احنا بنخطط او بنعمل اللوكيشن بتاع الحالة وكل ما كان فيه زرعات اكتر كل ما بقت الخطة اكتر تعقيدا فدي طبعا اه دي حالة مثلا دي حالة دي فكرة تور محمد عملناها قريب دي كانت على حالة فيها سنة بيضة او كان فيها سنة فيها تسوس وسنتين مخلوعين وتم عمل عليهم من تركيبة بعد كده صورة اللي بعديها فيها اللي بعد كده اللي هي النتيجة اللي بعد كده فلو عرضنا الصورة اللي بعديها نشوف الشكل دي بعمل نزق بصه الشكل بقى كأن بالضبط كأن الراجل ده مع عمره ما خسر سنانه خالص التركيبة ماشية مع الابتسامة مع شكل الأسنان مع عرص الأسنان ودي من ضمن المميزات الجمدة في الزراعة الحمد لله دي حالة كان نعملها الدكتور عمر اسماعيل بالنسبة للتلات الزراعات وراء مع التركيبة بتاعتها من الحاجات اللي كانت برضو نكحة جدا التركيبات ويشوف كل ما بتكتر عدد الزراعات كل ما بتلاقي هفسك انت بتعمل تحط الزراعة فين هتركب التركيبة بعدها فين كل ده بيفرق كتير جدا جدا من ديزاين حالة لحالة تانية مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الزراعات برضو مش مش بس ان انا بيركب وخلاص والعيام بيروح ف عايزين نقول العيام برضو علشان نبقى عارف او المرض او الشتادة مشاهدين نفهموا عشان ما فيش حد يجي احنا هنا وقت يا جماعة مش بنبيع وهم احنا عايزين نبقى عارفين الواقع تماما الزراعات دي ايه اللي ممكن يخليها تبقى نكحة وايه العوامل اللي ممكن تخلي الزراعات ما تنجحش او الموضوع بيخش فيها عوامل كتيرة جدا اول عامل المهارة الطبيب اللي بيحط الزراع والتيم اللي هيشتغل بعد كده وان انت في الاول خالص بتحط خطة قبل ما بتلمس العيان بتحط خطة بناءا على حاجات كتيرة قوي يعني بناءا على بنعمل اشعاعات ونشوف كسافة العظم ونشوف المريض ده بتاريخ المرضي بتاعه ايه والكلام ده كله فبتحط خطة على اساسها نقدر نمشي في خطوات توصلنا لاعلى نسب النجاح من اول طب ابل ما نكمل كلام في المضوع ده في نقطة هلسأل حراتك عليها بالنسبة لمريض السكر امتى يبقى مناسب للزرع مريض السكر يبقى مناسب للزرع لو انا قدرت اعمل سيطرة على مرض السكر نعمل كنترول على الديابيتس ان احنا المريض ده ينتظم في علاجه مش بس عشان الزن عشان صحته العامة يبقى عندي حاجة اسمها الهومجلوبين السكري بقسها وعند ارقام معينة ببدأ اقول والله المريض ده يصلح لو الارقام ده عدت عن حدود معينة ببدأ اقول والله المريض بتاعي يعني بنقول تحت السبعة وفوق السبعة لو سبعة فما تحت اقدر اشتغل معاك ويس بيبقى عنده كنترول معقول كل ما كنا اقرب للطبيعي في الهومجلوبين السكري السيطرة على السكر بتاعه كل ما نسى بالنجاح بتاعته عالية ومش بس عشان الزن عشان صحته العامة وما يحصلش مشاكل مضعفات السكر بصفة عامة طيب كهشاشة العظام ليها علاقة طبعا كسافة العظم نفسه الكواليتي بتاعت العظم نفسه ليها دور كبير جدا احنا عندنا في مركز حياة في بروتوكول معين للتعامل من حيث ان احنا بنوصف للمريض ادوية معينة وصابليمينس معينة باشراف اخصائيين عظام الصابليمينس دي فيتامينز وكالسيا وحاجات مهمة جدا للعظم المريض لما بياخدها بتحسن معانا السكسيس ريد نسب النجاح بصورة كويسة جدا تمام يعني احنا دلوقتي بنتكلم في نقص كالسيوم بنتكلم في نقص الفيتامين دي الويتامين دي مهمة جدا ان يحصل سابليمينس وده برضو من ضمن الحاجات الميزات عيادات حياة بصفة عامة وحياة سمايل دينتال كلينيك لان احنا عندنا التيم وورك مازال موجود برضو يعني احنا عندنا المريض اللي عندنا لو دخل مثلا عايز يعمل زراعة وعنده مشكلة مثلا معينة في الهشاشة بتاعة العظم او كدهوات فيه طبق متخصصين بنعمل بنعمل موجودين عندنا المريض ما بيخرجش برة ما بيروحش يعني يقول له روح للدكتور فرنان ده كثرة موجودين فيه تجميل فيه حتى خد بالك انه ممكن يكون المريض جاي زي ما احنا شايفين كدهوات فيه الناس عايزة عايزة تغير حياتها يامش بتيجي علشان بس تعالج سنان بتيجي عشان عايزة تغير دي نفسها تفتح صفحة جديدة تفتح صفحة جديدة لما الكلام ده يحصل ما ينفعش ان انا افتح صفحة جديدة الا في مكان له القواليتي بتاعه له السمعة والقواليتي بتاعته افتح صفحة جديدة ازاي ان انا اروح لا اهل الا اختصاص اقدر انا اتكلم معه فتح المجال ده بيخلي ان العيان اللي داخل مثلا احنا الاول بنشوفه سواء انا او حضرتك او الدكاترة موجودين فيه الدكتور عمر اسماعيل وفيه الدكتور اندرو فيه الدكتور ريهام وفيه الدكتور عمرو فيه دكاترة كتير جدا الحمد لله الدكتورة في التقويم في التقويم سلمة فيه التخصصات كلها طبعا التقويم ده قصة تانية يعني ده محتاج حلقة لوحده التقويم ده التصميم اللي اتسامه نفسه احنا ما بنعملوش الدكتور محمد الا بكونسلوتيشن من كذا حد لانه طبعا زي محارتك عارف الجمال وجهات نظر فيه اتصال معنا عايزين ناخده نبتدي ان احنا نتواصل اتفضل يا فنم احمد ايوه يا احمد اتفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازاي حارك اروتو اهلا مساهم يا حبيبي اهلا مساهم السلام عليك اروتو بس عندي ابني عنده عشر سنة ايوه عنده السنتين اللي هما قدام دول يعني بدلهم وكده فاطلوا عقبار اوي تمام تمام اهلا لحد دلوقتي انا مش عارف اعمل معاه ايه بالضبط او اتصرف معاه ازاي تمام لان هما شكلهم يعني محل شكلهم مش كوي خالص تمام 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 طب اسمع الاجابة طور محمد طور محمد ده قال لي خبرة طويلة جدا في الحيطة دي بالزات يعني فاتفضل طور محمد انا عايزه يطمن تماما السؤال ده بيتكرر علينا كتير جدا جدا من الابهات وامهات كتير جدا ان السنان القدامانية عند اولادهم كبيرة ما تستعجلوش في الحكم عليها لانه لسه في نموه بيحصل يعني في السن اللي هو عشر سنين واحداشر سنة لسه ما اكتملش نموه الفك وعظام الوجه والكلام ده بيحصل لحد في الاولاد بيحصل لحد منتصف الاشرينات وفي البنات بيحصل لحد سن واحد وعشرين سنة استمرار في نموه الفك فلما ينمو الفك ويكتمل العظم بتاع الوش والكلام ده كله بنقدر نحكم اذا كان الحجم في حاجة ولا لأ طبعا احنا نقدر نتنبأ برضو يعني عشان ما يبقاش الكلام مطلق بنحتاج برضو ان احنا في حالات زي كده نبص على الطفل بصة طبعا الدكتور بيبقى قادر يميزة كان ده في حاجة فيها مشكلة في بروز في العظم الفك او في مشاكل في عظم الفك او كده يقدر يقيمها وبناء عليه نقدر نقول لا استنى شوية او نتدخل نتدخل مثلا مع دكتور تقويم او مشاكل اه الف شكرا يا احمد معنا اتصال تاني علي تفضل يا اساس علي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تمام فضل اقول يا باشا في درسين خليحهم لدخل ثلاث سنين انت خليحهم انت عندك كم سنة يا اساس علي ثلاثة وتلاتين تمام الدرس اللي فوق المخلوق طول لتاحت لسه بنتكلم في الموضوع ده اه تفضل اه وفي قلم كدير حاس ان اللي فتا بنتكش اه هي اللي فتا مش بتكش ولا حاجة الفكرة ان الدرس بينزل فالجدر بتكشف تمام تمام انت لازم تلحق تعمل تركيبات بسرعة يعني دكتور محمد حظك حلو انه موجود انه اوت بقى عايزين نشوفك بقى علشان تعمل تركيبات سواء كان بقى تركيبة ثابتة وزراعة حسب بقى ظروفك انت بقى ان شاء الله بيزدل ألف سلام عليك يا أستاذ علي يا دكتور محمد فيه نقطة مهمة جدا احنا اولا منسينا نقول العرض بتاعنا بالنسبة للزراعة طبعا العرض الزراعة هيبقى 30% برضو خصم من التكلفة الإجمالية لأول خمس حالات احنا بنتكلم على أستاذ الجامعة ان شاء الله هيعمله حاجات بقالة كويسة بخصم 30% بنعمل بها تغيير شامل للمشاكل الموجودة شافت مشكلته أستاذ علي اه مشكلته أستاذ علي يبدو ان فيه اتصال مش كده فيه اتصال معنا أم ايمن اتفضل يا ام ايمن سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا فن عندي اسفاقيل لو سمحت اتفضل يا فن مؤماري أولا انا عندي السكر حضرتك ألف سلام عليك السلام السك العلوي حضرتك مفوش للسنة ولا دير يعني ايه فاضي خالص اه انا اعذان من المشكلة دي فعملت تركيبة طلعت من هنا اه انضغ من هنا حضرتك من السعيد مش كده يا ام ايمن من اسوار حضرتك من اسوار اه انا حصيت بكده اللهجة جميلة اهلا اسوار حضرتك الله يكرمك الله يكرمك سلامتك اولا في حاجة تانية انت عندك سكر وعندك مفيش سنان فوق بس فوق وطحتها اللي فوق بس عملت تركيبة وخسرتها خسرتها طبعا علشان العظم ممكن يكون في مشكلة طيب الدكتور محمد حيرد على حضرتك في حاجة تانية عايزة تقول ايه يا ام ايمن مصيحة من حضرتك بس انا يعني انا هعمل ايه يعني دلوك الزرع غالي والتركيبات غالي تمام تمام الدكتور محمد صلاح هيجاب حضرتك حالا يا فن تفضلي 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 طبعا انا نصيحة لأي مريض سكر لازم تثبت السكر لازم لحياتك بصفة عامة ولصحة الفم اه اه نثبت السكر الحاجة التانية ان في حلول تانية غير الزراعة بتبقى تكلفتها اقل ان احنا ممكن نعمل طاقم متحرك بس طبعا حد كويس ممكن حتى الزراعة على فكرة ليها عدد ليها عدد طبعا ممكن حسب الحالة المادية يعني ممكن احنا بنبدأ من اول ستة ممكن اكثر من ستة ممكن يبقى اربعة ممكن يبقى اتنين زرايتين وممكن يتركب عليها الطاقم يبقى كويس يعني هي برضو ليها برضو واحنا على فكرة برضو من نقطة دي بنقدر نحنا نرعيها شوية بالنسبة للناس اللي بيقوا فعلا يعني ام ايمن ستة من اسوان ام فاضلة واعتقد ان اي حد هحب ان هو يكرمها يعني فدي فرصة كويسة ان احنا نتكلم بقى على التصميم بتاع الاتسامة بالنسبة لحالات الزراعات زي ما عندهمش سنان كده زي ام ايمن كده هو طبعا اللي ما عندوش سنان خالص بيقابلنا مشكلة ان انا مش بس بعوض الاسنان ده انا بعوض جزء من العظم اللي التآكل فلازم اعمل التركيبة فيها مواصفات معينة عشان اعيد بناء العظم اللي كان موجود وبعدين الاسنان في وضعها اللي كانت موجودة قبل كده فالموضوع بيحتاج مننا مجهود اكتر واستخدام مواد معينة اقدر احقق بيها ده بحيث ان انا دايما الانسان لما بيفقد الاسنان خاصة الاسنان كلها زي الحالة اللي تفضلت كتت معانا من شوية بحتاج ان انا ابقى فيه فقد للعظم بيحصل البون بيحصل له حاجة اسمها تآكل وبحتاج ان انا عوض كل ده عشان ارجع الوش لابعاده الطبيعي طبعا يعني احنا قبل ما نختم احنا فضلنا خلاص حاجة بسيطة جدا كنا عايزين برضو ناقد نصيحة بالنسبة للناس اللي هما يعني عايزين ننصحهم بحاجة اللي هما اللي جايين عايزين يعملوا اسنانهم وخايفين يعني هما يعملوا ايه وانت ايه رأيك بالنسبة للناس اللي هي خايفة تبدأ شغل عشان خايفة من تكلفة او خايفة من هي تعالج عشان خايفة من قلم نصيحة في كلمتين قبل ما نختم حسن الاختيار يعني تروح لحد ثقة عارف ان هو هيتقل فيك وحد هيعمل لك الشغل على اسس علمية سليمة ده دي اهم نصيحة بنصحها يعني حسن الاختيار للمكان اللي انا هتعامل معاه علشان اوصل للمتين ما يكافش كبال لان حياته هتبقى احسن بعدها لما يحصل الاختيار زي ما عارتك بتقول حياته هتبقى احسن والدنيا هتبقى احسن بكتير جدا الوقت مر مع حضراتكم بسرعة جدا يعني احنا يعني سعيدنا جدا بتواجدنا معاكم النهار ده وبنشكركم على حس استماعكم وان شاء الله نلتقي بيكم في حلقات اخرى الاسبوع اللي ده وقت في يوم التلاتة ان شاء الله سيد الدكتور خالد يوسف هيكلمكم على التخصيص والعلاج الطبيعي وحاجات الكتيرة ده علم كبير جدا من ضمن التيم وورك بتاع حيات كلينيك واحنا جزء من الفريق الكبير دوت وان شاء الله تستمتعوا بحلقتي اوالتلاتة وشكرا لكم جزيلا على حس استماعكم وشكرا للترم شكرا لحضرتك والاستاذ المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته